تضامن الفلسطينيين وسائر المشرق مع نجوم منتخب المغرب الكروي في رحلة صعوده إلى كأس العالم يعيد إلى الأذهان جذور العلاقات التاريخية والوشيج بين جناحي العالم العربي في المقابل يحاول الاحتلال تهويد المدينة عبر تغيير الواقع وتمرير الرواية التلمودية الكاذبة على قصة حي المغاربة دليل صارخ على ذلك بلدة القدس القديمة تحوي كنوزاً زاخرة بالثقافات والحضارات تسعى سلطات الاحتلال إلى تمسي معالمها العربية الإسلامية الضاربة في عمق التاريخ داخل أسوار بلدتها القديمة يقع حي المغاربة الذي كان مقاماً للمغربيين في عهد القائد صلاح الدين الأيوبي الذي منحهم أرض وقف نظير بطولاتهم في تحرير المدينة بعد احتلال المدينة عام 67 دمرت سلطات الاحتلال حي المغاربة ولم يبقى منه آنذاك سوى زاوية صغيرة صامدة حتى اليوم إذ هدمت 135 بناء أثرياً وشردت 135 عائلة قبل أن يتحول الحي إلى مقر للمستوطنين وساحة يقيمون بها حفلاتهم وصلواتهم التلمودية بملاسقة حائط البوراق حيث السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك يجوا أهدوا للبيوت سووا حائط البوراق اللي هو اليوم بسموها الكوتل أو حائط المبكة اللي هم بيقعدوا بيصلوا فيه لأنه هو أقرب منطقة للمسجد الأقصى المبارك المستقبل يقول لك إحنا منقدر نخش منه ونبني الهيكل تبعنا داخل المسجد الأقصى المبارك هاي نجمة داود أنا كنت ولد صغير 8 سنين شفتم لما كانوا ينقشوها بالأزميل ومحوا الآيات القرآنية لفوق يعاني سكان حي المغاربة ممن يقتنون اليوم خارج هذا السور من انتهاكات لا تتوقف تستهدف تهجيرهم إذ يتعرضون بشكل يومي للمخالفات ويحرمون من المرافق الحيوية الأساسية لكنهم رغم ذلك يواصلون الصمود أمام مضايقات الاحتلال كثير إحنا بباب المغاربة بالأعياد نواجه مشاكل كبيرة أول مشاكل واللي هي المشاكل اللي عن جد إحنا يعني هاي بتأثر على السكان هون بيجوا كتير في الأعياد في السيكوت في الاسلحوت في أعياد الأعلام بيكسروا نفس سيارات بيكسر سيارات السكان بيهاجموا منازل السكان هون بيصير فيه تجمعات للمستوطنين بيحاول أنهم يضايقوا العرب بيحاول أنهم يضغطوا على السكان للمسجد الأقصى المبارك خمسة عشر بابا أقرب الأبواب إليه باب المغاربة الذي صار المدخل الرئيس لاقتحامات المستوطنين إذ ما زال الاحتلال يحتفظ بمفاتيحه ليتحكم بفتحه أمام المستوطنين وإغلاقه أمام الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤية